الزميلة جويس الحاج خوري تنظم إلينا الآن من مرجعيون في جنوب لبنان أطلعين جويس على أبرز تطورات المستجدات خلال هذه الساعة الماضية جمال على الرغم من أن حزب الله لم يعلن رسميا بعد عن استهدافه لزرعيت إلا أن شهود عيان في بلدتين رامية ومروحين المواجهة لزرعيت قالوا لنا أن أكثر من سبع نقاط في هذه النقطة تم استهدافها والدخان وسحب الدخان ترتفع في هذه النقطة المستهدفة التي استهدفها حزب الله بعدد من القذائف قبل قليل فقط قبل هذه المداخلة وهذا هو تطور جديد في إطار المواجهة القائمة اليوم حتى هذه الساعة رسميا حزب الله تحدث عن خمس عمليات باتجاه المواقع الإسرائيلية اثنين منها تعتبر من العمليات التي يصفها حزب الله بأنها عمليات نوعية الأولى باتجاه ثكنة بيريا بإطلاق صليا من صواريخ الكاتيوشا والثانية باتجاه قاعدة فيلون والتي أطلق باتجاهها حزب الله بحسب بيانه سربا من المسيرات الانقضاضية هتين العملياتين تأتي ردا على ما حصل يوم أمس من استهداف لدراجة نارية في كفرجوز في النبطي وسقوط ثلاثة شهداء من بينهم طفل واثنين عناصر لحزب الله نعهما الحزب في بيانات رسمية في هذا الأثناء أيضا تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية فوق عددا من قرى وبلدات جنوب لبنان تحديدا النبطي سكان النبطية تحدثون عن تحليق مكثف للمسيرات المسيرات كانت استهدفت يوم أمس منطقة النبطية ويوم أول من أمس أيضا عندما استهدفت شقة سكانية بأكثر من خمسة صواريخ من مسيرات إسرائيلية اليوم أيضا أغار فجرا الطيران الحرب الإسرائيلي على منزلين في بنت جبيل إضافة إلى قصف مدفعي تركز في علم الشعب والإظهيرة وكذلك الأمر في عيت الشعب وفي يارون وقبل قليل في كفرشوبة عدد من القضائف أطلقت على منازل في هذه القرى والبلدات الجنوبية وأتت إلى تدميرها هذه التطورات الميدانية هي في صياق ما يجري منذ أكثر من أسبوع في الجنوب اللبناني والذي يترافق التصعيد الميداني مع تصريحات إسرائيلية تلوح بمزيد من التصعيد على هذه الجبهة جمال جويس الحاشخوري من مرجع يون شكرا جزيلا لك تلوح بفوزو جزيلا لك